بداية ونهاية الحشاشين في قلعة ألموت اللي خدوها مقر لهم برئاسة حسن الصباح رئيس طقفة الحشاشين اتبنت حوالي سنة 840 محدش يعرف مين اللي بناها لحد الوقت وكان صعب غزوها بسبب ان ملهاش غل طريق واحد بس وكان ديق ومنحدر جدا وده كان سبب يخلي الحشاشين يسيطروا عليها عشان هتبعدوا مع خطر السلاجقة حسن الصباح دخل القلعة سرا بفضل أنصار المتخفيين وفضل المتخفي هو كمان لفترة لحد ما ظهر واعلن السيطرة الكاملة على القلعة واعلن منها دولته ومع بداية سيطرته على القلعة كان بداية انتصارات ليه على السلاجقة اللي كانوا وقتها بيحكموا بلاد فارس وبداية لتوسع طقفة الحشاشين وبقى حسن الصباح سيد القلعة ومخرجش منها لحد ما مات وفضلت القلعة حصينة حتى بعد وفاة الصباح لحد ما تولى ركن الدين خرشاء وهو آخر أمراء الحسن اللي استسلم من غير كتال على أمل أنه هلاكو يرحمهم لكن هلاكو دمرهم كلهم وما تبقاش من القلعة غير 23 مبنى كانوا مكتبات وحضائق وفي 2004 حصل زلزال قوي في المنطقة خرب الباقي وما بقاش فيه غير شوية جدران أيلة للسكوت